السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوات أخواتي كديري لبس لكم بخير هاني ينكركم زياني نتمنىكم قاعدكم بخير وعلى خير فيما كنتوا تمكت شادوا للفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دياليوما جيت إن شاء الله غضي نتقاسم معكم البرقوق مع السلب طريقة اللي سهلة وبسيطة وكيوجد بسرعة بالنسبة للأخوات المبتدئات فنتمنى فقط أنكم تتبعوا الفيديو من الأول حتى للأخير وقبل ما نبديو الفيديو ديالنا أيضا كيفما العادة من سوصلة للحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أيضا أخواتي لا تساونيش واحد اللايك على الفيديو وانتم ما كتفرجوا وإذا كنتوا الأول مرة تجادوا للفيديو وإذا كنت تجادوا للقناة فكري أقول لكم رحبا بكم في قناتي وقناتيكم فعمالكم واش تتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش فقط توصلوا وكل ما هو جديد ندلزوا المكونات والطريقة مع بادياتنا فباسم الله على بركة الله كيفما كنت لحظوا معي في الصورة عندي هنا البرقوق عندي أنا نسكيله ثم غدي تعسلوا الكيمياء هكذا اللي بغيتو غدينا نوضعه في واحد الكاسر ونلاقي نقفن غدينطيبه وغدينوضع عليه واحد الكيمياء ديال الماء وغدينغسله مزين حتى ما يبقاش في ذاك الغبراء دياله كيفما لحظوا مع أيضا غدينحتاجوا واحد العويدات ديال القرفة وغدينحتاج جوج مع رقضية سكر ثانيدة أو سكر الخاشن والحاجات كما قلت لكم كنديروا البرقوق نغسله ونصفه عليه ذاك اللي ما شوفوا معي الأوسخ اللي كتكون فيه وبالنسبة للبرقوق حاولوا أنكم تاخدوا النوعية اللي كتكون زوينة ملحمة بهات شكل هذا باش فشكي طيب كيجيكم زوين من فوق ويعني وكيجي كله زوين كين واحد نوعية أخرى صراحة ناقصة شكي طيبه يعني بحد لي كيهبط ولا كيرشام عزكي ولي فهم الأحسن أنكم تاخدوا النوعية اللي كتكون زوينة في البرقوق صفي من بعد ما كان غسله مليح نوضع الواحد الكيمية دي الماء ونوضع خمسة دي العويدات دي القرفة يلي ما كانش متوفرة عندكم قرفة عواد يمكن لكم تستخدموا قرفة يعني مطحونة غبرة كيف مما كان قولهم على حساب اللي متوفر صفي غدي نضعه فق النار غدي نخليه لمدة دي العشرات دقيقة حتى كيسبح بهات شكل هذا يعني حتى كي يتبره ما كياخدش مدة طويلة يعني ما بين خمسة عشر دقيقة رك يكون واجد صفي هنا فضل المرحلة من بعد ما كيطيب يعنتم ما كتلاحظوا معي في صورة كتبقى فيها كوحد الكيمية قليلة دي الماء ضروري ما تبقى فيه وهنا غدي ناخد جوج معارق دي سكر سنداء أو سكر الخاشن وغدي نوضعه عليه باش غدي نعسله بنصفة السكر أنا ما كان وضعهش في الأول كان وضعه حتى للآخر يعني حتى كيطيب لبرقوق عاد كان وضع عليها جوج معارق دي السكر صفي غدي نخلي هنا واحد المدة دي الخمسة دقيقة ما كاملاش وكيكون البرقوق دينا واجد كما كتلكم كيوجد بسرعة ما كياخدش مدة طويلة يمكنكم أيضا حتى تبخروا عندي واحد طريقة يعني نبخروا البرقوق حتى هي طريقة اللي سهلة وزوينة اللي بغيتوني نتقاسم معكم برقوق بخر خليوها لي وفليكم منطقة صفي هنا خواتك فما كتلاحظوا معي من بعد ما كيتع السل كنحيدو فقط نار هانسوا ما كفما كتلاحظوا معي كيجي مع السل وواعر كما سبق وذكرت معكم حاولوا فقط أنكم تاخدوا نوعية لزوينة ديال البرقوق بشك كفش طيبو يجيكم كلو بحال بحال نتمنى من خوتي إخواتي أنه ينال إعجابكم هات الفيديو البسيط نتمنى لعجبكم تبرتجوه مع خوتيكم صحابكم مع جاعة الناس اللي كتعرفو كيفما كنعرفو يعني العيد الأضحى على الأبواب ما بقى الوالو اللي يدخلوا علينا وعليكم إن شاء الله بصحيحة والسلامة وباش ما كتمنى إن شاء الله فبنسبة لهذا البرقوق قد يحتاجوه بزاف للعيد العراضات مناسبات يعني هالطريقة هالي جد سهلة وبسيطة وطريقة المعتمادة عندي البنات اللي مو بتدئات اللي عمرو محضرو البرقوق مع السلجر بيغتي هالطريقة هنا مو يمد الفيديو درتون الأخوات اللي مو بتدئات اللي بقين عاد كي يتعلموا الطبخ نتمنى أنه ينال إعجابكم هاد الفيديو هادا صاف هنا كما قد لكم برقوق دينا واجد غدي نديرو أنا فوحد طبي يصل ثم كافش تبغيوها كتزينو الطبق دي لكم غدي تبغيو ثاني تسخنو يعني نديروها كي يغلي واحد المدة دي خمسة دقيقة حتى كي تسخن عاد كتزينو الطبق ديركم وأكيد أنا غدي نزين به طبق دي اللحم بالبرقوق فنصدروا في فيديو الجاي إن شاء الله غدي نتختاج معكم الحم يعني بهذا البرقوق هذا اللي جا واعر بزاف طريقة اللي سهلة وبسيطة وغدي نال إعجابكم بزاف إن شاء الله إلا جربتوا هالطريقة اللي غدي نتختاج معكم من فيديو جاي إن شاء الله نتختاج معكم طابق دي اللحم بالبرقوق دي الأعياد دي المناسبة اللي كي جي واعر بزاف نتظروا فيديو الجاي إن شاء الله صف دول الفيديو دي وما وصف دي وما وصف اللي بصيط بزاف نتمنى أنا أتنال إعجابكم فأخوات أخوات أتمنى لعجبكم الفيديو ما تبخلوش عياب لي لايك جديد وصفات جديدة إن شاء الله بسلام عليكم